ياهلا والله فيكم بقناة ساشا تيوب رجعت لكم يا متابعيني بقصة جديدة يارب تستمتعوا وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وحابة أشكركم على دعمكم المستمر لقناتي ويلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ قصتنا تقول صاحبة القصة لاحظت في البيت أنه فيه أشياء تتغير أماكنها مثلا طاولة حطيتها بجهة اليمين ألاقيها بجهة اليسار فازة حطيتها بجهة اليمين ألاقيها بجهة اليسار وأحيانا ألاقي شعر في السجاد أو في الأرض مو نفس لون شعري وفي رواح غريبة في بيتي هذه الأشياء ما تصير إلا لما أروح بيت أهلي أنا أعيش بمدينة وأهلي يعيشوا بقرية وهالقرية تبعد عن بيتنا تقريبا ساعتين ونص نروح لأهلي في الوكيند يومين أو ثلاثة أيام وأرجع لبيتي ولزوجي ولاحظت هذه الأشياء تتكرر لأنه دائما أشوف كذا شي يتغير بشكل ملحوظ ولا تقولون يمكن زوجي يغيرهم لأنه زوجي ما عمره مسك شيء أو لمس شيء الحمد لله أنه يدخل ينام في البيت أصلا طول الوقت في الاستراحة على كلامه أنا إذا كنت موجودة في البيت يكون في الاستراحة طول الوقت وإذا رحت لبيت أهلي يقول بعد طول الوقت أكون في الاستراحة ويلا على ما يرجع وينام وعليها قررت أني أركب كاميرا مراقبة في بيتها بشوف وش قاعد يصير في الأثاث وش قاعد يصير في بيتي طبعا أنا في البداية شاورت زوجي قلت له نبغى نركب كاميرا مراقبة في البيت قل لي لي عسى ما شر لش تبين تركبينا خير ما له داعي وكذا أنا انصدمت من ردة فعله قلت عادي زي أنا زي الناس اللي مركبين قل لي لا لا مو طبيعي الوضع مو لازم إحنا ما عندنا لا شغالة ولا أي حاجة ما له داعي أني نركب كاميرا مراقبة أصلا أنت عيالك كبار ليش ينحطون قاعد يخاصم يخاصم بزيادة قلت له يا أخي عادي ليش مكبر الموضوع قل لي أكيد بكبر الموضوع أنت تبين تراقبيني ليه خير وإيش شفتي علي عشان أكون مراقب في بيتي المهم قاعد يتكلم ويتكلم وقال مستحير لا تفكريني أنه بتحطين كاميرات في بيتي بعدها سكت وقلت خلاص ما نمركب كاميرات مرة يوم سفرت لأهلي ورجعت البيت هذه الريحة أول مرة شما مستحيل تكون من عطوري لأن عطوري أعرفها وأعرف ريحتها حتى لو قلت عطوري ليش زوجي يروح يبخبخ فيها في البيت مستحيل يعني وقعدت أفكر وفكر وأقول مين اللي دخل بيتي وهو قاعد يرشش العطور جو بيتي قمت ورحت وسألت زوجي قلت له في أحد من أهلك هنا جاي بيتي أو خواتك أو أخوانك في أحد جاي البيت هنا وأنا منب فيه أمك أخواتك قال لا مستحيل أخلي أحد يدخل بيتك وانتي منت موجودة ولو في أحد جاي من أهلي عادي بدق عليك ويقول لك في أحد تراجيني أو أهلي جاييني أو أخواتي جاييني قلت له يا رجال وش ذا الريحة طيبة اللي في بيتي لما أروح عند أهلي وأرجع شم ريحة غريبة ريحة عطر نسائي قمت أخذت عيالي وقلت لهم تشمونا الريحة اللي أشمها أنا قال له وش عرفنا ما نعرف لأنهم أطفال طبعا ما يعرفون فقال لي لا مستحيل وش الريحة عادي أكيد ريحة عطرك فقاعد يصرفني المهم بعدها سكت وقلت يا بنت الحلال لا تسويين سالفة من ولا شي خلاص خل نسكت ونشوف اش يصير مع الأيام الجاية بس والله قاعدت أفكر بينه وبين نفس يمكن زوجي جاي بأحد وأنا ماني بموجودة يمكن زوجي متزوج علي مين مين بيكون ولا وش ذا الريحة اللي أشمها يعني كانت في راسي ألف فكرة وفكرة وحط في راسي إني بس شكة في هالرجال قلت هالرجال وراه بلى بعدين قلت يا بنت الحلال تعوذي من الشيطان انت بس تشكين بأي شي انت بس تلاحظين أي شي خلاص حطيت العيب كله فيني يمكن هالريحة جت من الجيران من الشارع أبأ أحاول بس أكذب نفسي في هذيك اللحظة ما بصدق أي شي ولا أي حقيقة ولا بحط في راسي أي شي انه متزوج عليه أو انه جاي ببنات في بيته وانه جاي ما عرف وزوجي من أول ما اتزوجته هو وراعي استراحة يعني من الدوام للبيت ينام شوي بعدها يروح للاستراحة ما نشوف إلا آخر الليل أول من زمان كنت تخاصم معاه وقل له خلاص يعني متى بترجع البيت كل يوم بالاستراحة كل يوم بس عجزت يعني ما في أي تغيير في الموضوع فقلت يا بنت الحلال خلاص فك نفسك من المشاكل وفك نفسك من الهواش كل يوم فأنا بس كنت أبغا يجلس معانا يقلل روحاته للاستراحة أو من الاستراحة يعني ما نبغى شي كثير بس نبغى نفس الناس اللي يقعدون مع بعض في البيت مو بلازم طول الوقت برى البيت طول الوقت بالاستراحة بعد كده بصراحة خليته على راحته وقلت ما ليخل كل يوم وأنا تمشكل معاه وأسوي هواش معاه ومرأة جاني زوجي بالليل من استراحة وعلى طول فصخ ملابسه ودخل الحمام يتروش أنا خذت ملابسه كالعادة وقلت بروح أوديها عند الغسالة عشان أغسلها وقعدت أشم ملابسه لقيت نفس الريحة اللي شميتها قبل ثلاثة أيام أول ما رجعت باتي أنا قلت هنا الرجال فيه شي مطبيعي ولا ليس شمر ريحة مره معاه أو في ملابسه نفس الريحة اللي شميتها قبل ثلاثة أيام أنا في هذه اللحظة ما قلت له ولا شي ولا قلت له هذا الريحة وش كلمت واحدة من صديقاتي وقلت له كل شي حصل قلت له وش رايك أروح أواجهه وقل له أني أنت تخونني أو أني متزوج عليه ولا إيش تنصحيني قالت لي انتبه تواجهينه بأي شي إن كانوا متزوج عليك رح يحطها على راسك ورح يجيبها عندك البيت وإن كانوا يخونك رح يبرر لك ويقول لك لا لا ما أخونك رح يطلع لك مليون عذر ولو قلت له أني أنت متزوج علي رح يجيبها ويحطها في حلقك على الأقل الحين هو يتدسس عنك ولو قلت له أني أنت خاين رح تصير بينكم مشكلة كبيرة ورح تروحين عند أهلك رح تكبر المشكلة ورح يقولون لا وأنا في ذيك اللحظة قلت كيس من سألتها قبل أن أروح وتهاوش قلت له طيب أنت شرايك وش الحل وش تحسين الفكرة المناسبة أو الحل المناسبة التي تتخذ معه أنا كيف أعرف أنه قاعد يخونن ولا متزوج عليه وش أسوي يعني بهالوضع بعدها قلت له أنه أنا أول فكرت أنه أحط كاميرا مراقبة في البيت بس هو رفض رفضت تام بعدها قفلنا الموضوع نهائيا قالت لي اسمعي أنت سوي نفس الموضوع اللي كنت بتسويينه أول وشوفي وش الوضع بس انتبهي ما يشوفها لما تحطين كاميرات مراقبة أنا خفت وقلت كيف ما رح يشوفها قالت لي فيه الحين نواع معينة من الكاميرات على شكل دب على شكل عروس على شكل أشكال دماء فقلت له خلاص رح أتوكل على الله ورح أجيبه ورح أحطها بعد كده شريتها وحطيتها في أماكن ما رح يشوفها نهائيا وبعد كده قالت لي خلاص أنت روحي بيت أهلك وبعدها تشوف الفيديوهات لما ترجعين وبعد خلاص جاء الوكنت وسلمت على زوجي ووداني بيت أهلي طول ماني عند أهلي كنت متوترة حتى أم وخواتي لاحظوا علي قلت لهم بس تعبان شوي مصدع راسي وكده فيه شيء شغلتني بسيطة بس بعد ما انتهى الوكنت رجعت لبيتي وأول ما وصلت البيت رحت للكاميرات عشان أشوف وش اللي سجلته أول شي شفته إنه زوجي دخل البيت وبعد شوي دخلت معاه حرمتين ثنتين حريم وبعد كده دخل واحد ثاني اللي هو خويه وأله لا يوريكم وش شفت داخل الفيديو مصخرة وقلت حيا وأشياء قلتي ربي ليتني ما جبت الكاميرا ولا حطيتها ولا شفتها الأشياء كلها أشياء مخزية استغفر الله العظيم أنا خلاص وقتها دارت فيني الدنيا استغفر الله طالع من رجال صايم مصلي أنا هذا اللي مستغربة منه وهذا اللي مصدوم إنه إنه إنسان يصلي ويصوم ما يفوت فرض واحد بعدها رحت لصديقة ودقيت عليها قبل لا تكلم معاه قبل لا خانقه وقبل لا أسوي أي مشكلة معه قلت وش تنصحين وش أسوي أنا شفت كذا وكذا وحكيتها كل اللي شفته قالت لي اسمعي أنا ما توقع إنه زوجك متزوج عليك هذا بس قاعد يخونك مع حريم قلت له طيب وش تنصحين وش أسوي هذا أساسا رايح على طول الاستراحات وجاي وأنا ما عرف وش يسوي ووش يهبب قالت لي مالك إلا ياتي تطلقين منه بكل هدوء ولا تبرري له ولا تقولي له ولا أي سبب أو إنك تواجهينه وأنا ما أفضل هذا الشي قلت والله العظيم لو لعيالي لروح أفضحه في كل مكان وعند أهل كلهم بس عشان عيالي قلت لو واجهته رح يستهبل عليه بيقول لي خلاص هذه آخر مرة وأنا آسف وما عرف يش فقلت لا ما رح أقوله رح أحسسه بس إني عارف الطريقة غير ملحوظة ويحس بالذنب لأنه لو كلمتوا في الموضوع أكيد رح يخليني بس شهر واحد وبعدها يرجع للخرابيط اللي يسويها فصرت طول الوقت أطفش وكلما طلع من البيت بلت له انت وينك صور لي الحين انت وين صور لي بالضبط ويش تسوي المهم طفشته بحياته خلاته يكره الوقت اللي يطلع فيها وبكل بجاحة يقول لي انت تشكين فيني انت منت واثقة فيني المهم أقول له ما علي من هالكلام كله بس صور لي انت وين وصار طول الوقت يخاف مني وطول الوقت لمن يطلع يصور لي يكون فيه حسيت انه هذا هو الحل الأمثل مع اني كنت طالع فيه بنظرة مقرفة بس قلت هذا الحل الأفضل له عشان يحس بالذنب وعشان يبطل من الاشياء الوسخة اللي كان يسويها بعد كده حسيت ان الموضوع ماشي تمام وحسيت ان الرجال يتعدل وحسيت انه تحسن قلت اشه سوي رح اصبر على بيته وعلى عيالي ماني إلا الله ثم بيته وعيالي وبس والله انتهت قصتنا لليوم يارب تكون عجبتكم اذا عندكم قصة ستابوني اقولها ارسلولي على الانستجرام